بعد فشل جميع المحاولات لوضع النظام أمام مسؤولياته تجاه مواطنين القاطنين في مناطق سيطرته أهالي محافظة السويداء يعمدون إلى جمع التبرعات من أبناء المحافظة في الداخل والخارج بهدف الدعم والعثور على بعض الحلول للمشكلات الخدمية في المحافظة فكيف رأى الأهالي هذه المبادرات؟ هو دليل على تعاضد الناس مع بعضها ووقوفه مع بعضها لكنه مش حل جذري طبعا إذا الحكومة ما وقفت مع الشعب وتبنت حلول جذرية تقدر تساعد المواطن أنت يوقف على رجليه ويقدر يعيش ويقدر يستعيد حياته طبعا مش رح نقدر نوصل لنتيجة مبادرة حلوة من الناس كلها عم نحس ببعضنا لأن الوضع تعبان جدا تعيس مزري يعني والدولة لازم تقوم بوجبة عكمل وجبة ما زال الدولة يستمت خلية عنها الوضع هذا فنحن الناس اللي عم تبادر كثر خيرا ومشكورا اللي عم تحس بالفقير والمعثر بحسب ما نقله مرأسل تلفزيون سوريا في السويداء فقد انطلقت الحملة في بعض قرى الريف الشمالي للمحافظة ثم بدأت الانتشار في معظم أرياف المحافظة حتى وصلت إلى المدينة التي جمع في بعض أحيائها مبالغ أسهمت في تأمين المازوط للمدارس ومستلزمات دراسية للطلب المحتاجين فضلا عن تقديم دعم للأهالي في قطاعات الاتصالات والكهرباء والتعليم والمستوصفات وحفر آبار للمياه بحيث وصل إجمالي التبرعات في المحافظة إلى مليار و400 مليون ليرة على الرغم من اعتبار بعض الأهالي أن هذه الحلول لا تزال مؤقتة ولا بد من توفير حلول جذرية للخروج من مستنقع الأزمات التي تقبع فيه المحافظة فإنها تسهم بشكل أو بآخر في سد الثغرات التي خلفتها مؤسسات النظام نتيجة سوء إدارتها للبلاد وتفشي الفساد في جميع مرافقها ترجمة نانسي قنقر